عودة الحرائق إلى غابات ولاية تيزيوزو عادت موجة الحرائق خلال 24 ساعة الماضية إلى مناطق متفرقة من بلدية تيزيوزو وفي هذا السياق تمكنت مصالح الحماية المدنية من إخماد عدة حرائق مهمة اندلعت على مستوى في كل من قرية تمجيد بلدية مكيرة وتم إخماد الحرائق بعد تدخل وحدة الحماية المدنية لتيزيوزو عغانيف مدعمة بوسائل بلدية وخلف احتراق حوالي ثلاثة هكتار من حشائش وإدغال وبالمكان المسمى كاحية بلدية تيرميتين تم إخماد الحرائق بعد تدخل وحدة الحماية المدنية لذرع بن خدى وخلف احتراق اثنان هكتار من الأحراش وبعض أشجار الكريتوس وبمنطقة جبلة بلدية وقنون تمكنت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بتيزيوزو من إخماد هذا الحرائق وإنقاذ أربعون هكتار من محصول القمح مع تسجيل احتراق ستة هكتار من الحشائش وأربعة هكتار من الشعير وبعض أشجار الزيتون وفي نفس الإطار تمكنت مصارح الحماية المدنية من إنقاذ أربعون هكتار من محصول القمح بمنطقة مقلع وهذا خلال نشوب حريق مهول بالغطاء النباتي على مستوى المجاور لحق القمح وتم إخماد بعد تدخل وحدة عزازقا والوحدة الرئيسية لولاية تيزيوزو إذن لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس إشعارات والضغط على زر لايك لهذا الفيديو لكي يصلك كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته